وحدة مراقبة الانتخابات وتقصي الفساد لهالأسبوع في كتير أصص بسلتنا بس نحن بالأصم المخصص اللي هو هيكون الأصم الأول من هذه الفقرة والمخصص اللي نحكي فيه عن المخالفات لطالة المادة 77 من أنون الانتخابات اللي هو 44 على 2017 هذه المخالفات اللي ارتكبها مش بس المرشحين والأحزاب إنما أيضا مخاتير ورؤساء بلديات وحبل عجراري ممكن لا أكثر هنحكي عن نمازج اللي رح ابتداع من الأسبوع المقبل رح نصير نشدد أكتر على هذه المخالفات إضافة بالأصم الثاني من هذه الفقرة رح نحكي عن موضوع الزبائنية وزفة الانتخاب اللي بلش يبين على المشهد على الأرض فعليا بالمناطق البداية رح تكون مع إذا فينا نستعرض الفيديو رقم اثنان واللي هو عن المادة 77 من أنون الانتخابات اللي هي بالمحظورات إذا فينا نوقف عند هذه النقطة هون عم بمرؤوا وراء بعض بس إذا فينا نوقف عليهم وحدة وحدة أولا لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائل الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لأجل إقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية والقيام بالدعاية الانتخابية وهذا ما لم يلتزم به كل من الأحزاب والمرشحين وغيرهم بالمادة الفقرة الثانية من المادة 77 لا يجوز لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ومن هم بحكم الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو لائحة كما لا يجوز نقلهم ولا للمختارين توزيع منشورات لمصلحة أي مرشح أو لائحة أو ضدهم رياض هذه المادة كتير واضحة أنه لا يحق لها للبلديات ولا أعضاء البلديات ولا لموظفي الدولة ولا للمخاتير أنه يشاركوا بالدعاية الانتخابية لأي مرشح أو أي حزب بالانتخابات النيابية وهذا فعليا ما لا يحصل حبر عوراء 100% الفقرة الثالثة من المادة 77 بالمحظورات أيضا يحضر توزيع منشورات أو أي مستندات أخرى لمصلحة مرشح أو لائحة أو ضدهم طيلة يوم الانتخاب على مراكز أبواب الاقتراع أو أي مكان آخر يقع ضمن مركز الاقتراع وذلك تحت طائلات المصادرة دون المساس بسائل العقوبات المنصوص عليها بهذا الانون هذا الفارت من الانون معنية فقط في يوم الانتخابات ونحن اللي هنركز عليه هي الفقرة الأولى والفقرة الثانية من هيك خلونا سريعا ننتقل على الفيديو رقم ثلاثة اللي نبلش بالمخالفات اللي رصدناها لهيدا الأصوات أول مخالفة رح نحكي عنا هي مخالفة رئيس مجلس النواب نبيه بري يلي قام بالأعلان عن أسماء مرشحي حركة أمل للانتخابات النيابية من مقر رئاسي الثاني بعين التيني بـ 14 أذار الماضي عين التيني مقر عين التيني رياض هو مقر رسمي وبحسب المادة الفقرة الأولى من المادة 77 بالمحضورات من أنون الانتخاب لا يحق استقدام المؤسسات العامة والمرافق العامة للترويج الانتخابي لأي كان حتى ولو كان رئيس مجلس النواب هو رئيس لائحة أو كتلة نيابية وبالتالي لا يحق له لو عمل هذا الشيء من المصيلح كان فينا نقول أنه هذا حقه ولكن عندما يقوم بالأعلان عن هكذا لائحة من مقر رسمي هذه مخالفة للانو خلونا نروح على الفيديو رأم أربعة والتي هي مخالفات النائب الحالي جورج عايس والمرشح للانتخابات النيابية المقبلة جورج عايس بالفترة الماضية عمل مخالفتين بمتعلقتين بالأنون أو المادة 77 من أنون الانتخاب أولا أعلن عن برنامجه الانتخابة بمسرح مدرسة الكلية الشرقية بزحلة والكلية الشرقية هي مدرسة والمدارس الخاصة والرسمية لا يحق للمرشحين ولا للأحزاب استخدامهم للترويج والدعاية الانتخابية والإعلان على ويحهم أيضا عقد لقاء داخل صالت كنيسة سيدة المعونات المعلقة بزحلة وهذه أيضا مخالفة لأنه لا يحق استخدام الأماكن الدينية ودور العبادة على الرغم الرياض هون بدي أقول أنه بال2018 صار فيه جدل ونقاش على أنه إذا الصالة أو الحسينية أو هذا المكان التابع لدور العبادة يحق لهم أنه هذه القاعة الوحيدة اللي بيقدروا يعملوا ولكن القانون واضح أنه هو شمل دور العبادة وما حدد الانون إذا نعتبر صالون الكنيسة أو الحسينية أو صالة العزة أو الأفراح اللي بتنعمل قرب دور العبادة مسموحة أو قد تكون مفتوح هذا الكل إذا هيك بس هو ما شمل الانون فحكي بتشكل عام يعني ما حدد الانون حكي بشكل عام فهون عنا مخالفتين أيضا في شي بدي ألفت عليه أنه النائب جورج عقاس حكي عن شو ناوي يعمل بالسنوات المقبلة حكي عن مشروع الانتخابي يعني هذا التأكيد على أنه دعاية انتخابية من داخل صالون كنيسة سيدة المعونات وهذا ما يحضره قانون الانتخابات لنروح على الفيديو رائم خمسة أيضا مخالفة نعم السيد جورج عقاسه مفروض يعني نائب لأ قانوني مشارع مشارع لأ لأنه عنده خلفية أمني صحيح بالمخالفات عنا حركة أمل أطلقت مكينتها الانتخابية بحرم الجامعة الإسلامية الواقعة بمنطقة الكيال ببعلبك هذا أيضا مخالفة للأنون كيف؟ لأنه المادة الأولى الفقراء الأولى من المادة الـ 77 بتقول أنه لا يمكن الترويج للانتخابات أو أعلان انتخابة أو أي شي خاصة بالانتخابات نعمله بجامعات قاصة أو رسمية وهنا تم استغلال هذه الجامعة الخاصة هنا يمكن بيعتبروا رياض أنه إذا جامعة خاصة أو مدرسة خاصة نحن ما عم ندق بالرسمية بس الانون واضح أنه حتى الجامعات والمعاهد والمدرسة الخاصة لا يحق لهم الشيء الثاني اللي في التهوني عندي أنه حكيوا بالاحتفال اللي صار تم عرض فيديو حكيوا فيه عن التقديمات اللي عملتها حركة أمل في المنطقة من توزيع حصص غزائية ومساعدات ومحروقات مختلفة خلال سنتين الماضيتين وهذا تكريس للزبائنية السياسية اللي نحن عادة عم نرصدها بوحدة مراقبة الانتخابات وتقصي الفسد راح نروح على الفيديو رقم ست بلدية بدنايل عملت شيء كتير فاضح البلديات أيضا بحسب الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون الانتخاب ما بيحقلن الموظفين بالمؤسسات العامة والبلديات وعضاء البلديات وحتى المختير أنه يحكوا بموضوع الترويج الانتخابي هوني في عنا بيان صادر عن بلدية بدنايل وتحديدا عن رئيس البلدية علي محمد سليمان عم بيحكي فيه أول شيء شان فيه هجوم على ائتلاف قوى التغيير واتهموا أنه تابع للسفرات ودافع نواب حزب الله وقيادته واعتبر أنه الانتخابات مجرد استفتاء يعاد من جديد للتأكيد على خياره أي خيارنا كبلدية ونهجنا وهو هيهات من نظلة وواضح أنه هو عم بيأيد طرف دون آخر وهذا إعلان واضح للترويج هلت فيه مخالف للمده 77 وفيه مخالف لألو ألا فيه بشي بالقلون خصهوك رئيس بلدية هن البلديات بتشملهم لأنه لما بينتخب رئيس بلدية ورئيس بلدية لكل سكانت بايع صح هوني عم يمنم عم يعني عم يتهم فئة لا صغير قانون الانتخابات في مخالف لآنون البلديات هون يعني ما فيه رئيس بلدية يحكي به الشكل صحيح وبنفس الوقت أنا بس بدي أقول أنه هو يحرد يعني هو يرتكب ما بعض إذا بالآنون يعتبر جلوم بس أنه هو عم بيحرد فئة ضد أخرى ويروج لفئة أخرى وهذا البيان كله متكامل هو مخالفة للمده 77 هلأ بركي بتكون هاي دي الفقرة اليوم تحديدا نيوعوا شوي للأسبوع الجاي ليخففوا مخالفات إن كانوا رؤيتاء البلديات بس على قليل شكلا يراعوا للآنون أنه هكذا معمول الآنون يعني أنه يراعوا بس لاحتراما للقانون خصوصي أنه بوعوده الانتخابية رح نشوف بعد شوي مع زميل آدم شمس الدين يحكوا عن التزامهم بالقانون والدستور وخلافه رياض أيضا عنا مخالفة إذا فينا نشوف صورة شوء الدكاش هاي دي هون إذا فينا نشوف هم الخميرة والسراج هم السند الذي أتك عليه أهلي عيلة الدكاش وهل يمكن لومي على محبتهم اللي ما في خير لأهله ما في خير لبلده شوق الدكاش كسروان دكاش هوني مرشح هم نحكي على مرشح بكسروان ماهو سيد رئيس بلدي رئيس بلدي تلعب المدع عليه كمان مش بس أنه جايب رئيس بلدي صورة اللي قبل أول واحدة أول صورة مش بس أنه جايب رئيس بلدي يعني عم تخالف المادة 77 لا ومدع عليه يعني ما بعرف أنا الكالقوات كيف يكونوا عم بقدموا حالهم كنموزج تغييري يعني بهالشغلتان مع بعض ومجايب رئيس بلدي مدع عليه كرميل يسوق لك أوكي ماشي كمان يعني أنا بس بدي أقولي رياض هون أنه نحنا كتير رصدنا هالأسبوع بس أنا ما حطيتهم بالفقرة بركي بتكون هايدي الفقرة اليوم تحديدا تحذيري للشانين